استقبل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس مستشار الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت الدكتور محمد مهدي شريعة مدار وجرى البحث في موضوع العلاقات الجامعية بين إيران ولبنان والتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية المتخصصة بالتاريخ الإسلامي والتحضير للزيارة المرتقبة للدكتور اللقيس إلى الجمهورية الإسلامية في إيران هذا وعرض اللقيس أمام شريعة مدار إنجازات الجامعة الإسلامية ونشاطها طلاقا من دورها الأكاديمي والإسلامي وشرح هواجس الطلاب في مرحلة مع بعض التخرج والجهد المبذول من الإدارة لفتح الأفاق أمامهم في سوق العمل وناقش رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان على الكنصل العام لدولة المالديف في لبنان محمد فقيه آلية التعاون المشترك في الاختصاصات الجامعية كافة سعيا وراء تأمين فرص عمل لخريجي الجامعة حيث تم الاتفاق على تأمين منح طالبية لطلاب مالديفيين لمتابعة دراستهم في كليات الجامعة وجر البحث في الآليات الممكنة لإتاحة فرص عمل وتدريب خريجي الجامعة من كافة الاختصاصات في السوق المالديفي وتأتي الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة لتوفير أوسع نطاق ممكن من مجالات العمل بعد التخرج استنادا إلى المصدقية العلمية التي تحظى بها لناحية الكفاءات التي تخرجها وتشكل إضافة نوعية في أسواق العمل المختلفة كما استقبل الدكتور اللقيس رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري وجر التباحث في أمور تنموية عامة وفي التحديات التربوية والواقع الأكاديمي الراهن من جهة أخرى عقد لقاء في نقابة المحامين في بيروت جمع اللقيس ونقيب المحامين في بيروت المحامي نادر كسبار بحضور أعضاء من مجلس النقابة وجر عرض بموضوع طلبات انتساب طلاب الجامعة الإسلامية إلى النقابة وتم الاتفاق على دعوة هؤلاء الطلاب إلى متابعة تحدياتهم لامتحانات الدخول إلى النقابة مع التمنيات بالتوفيق